بعد أن أعطى الرئيس الإيراني حسن روحاني دفعة من الأمل بإمكان تخفيف التوتر بين طهران وواشنطن بالتلميح لإمكانية إجراء محادثات مع واشنطن إذا رفعت الأخيرة العقوبات عن بلاده بدد الزعيم الإيراني آية الله علي خامناء الأمال في هذا الاتجاه بالإعلان أن إيران غير مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة على برامجها النووية والصاروخية إذن أجواء التفاوض للإيجابية التي أشعها روحاني عكر خامناء صفوها ما يشي بأن هناك عقبات وعراقل عديدة تعترض سبيل التهديئة بين الطرفين لا سيما أن خامناء يملك القول الفصل في الشؤون السياسي الرئيسية بموجب نظام الحكم المقسم بين المؤسسة الدينية والحكومة في إيران وهو أيضا قائد القوات المسلحة لكن خامناء الذي نسف فكرة التفاوض مع أمريكا لعدم جدواه وما ينطوي عليه من أضرار وفقا لما نقل عنه موقعه الإلكتروني ذكر أنه لا يرى ضيرا في التفاوض مع الأوربيين ودول أخرى لكن مع تجديده على أن التفاوض لن يكون أبدا على حساب القيم الأساسية للثورة الإيرانية والقدرات العسكرية لبلاده بهذا الشكل أغلق خامناء أبواب التفاوض في وجه واشنطن على الأقل في الوقت الراهن على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر في وقت سابق عن اعتقاده بأن إيران ترغب في إبرام اتفاق قال إنه يرى إمكانية كبيرة في أن يجد طريقه إلى النور حرب تصريحة كلامية تؤجج نيران التوتر بين طيران وواشنطن والذي يعود في أساسه إلى تاريخ إعلان واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي الدولي المبرم مع إيران عام 2015 وما أعقبه من تجديد للعقوبات عليها في محاولة لخنق الاقتصاد الإيراني بوقف صادراته النفطية لكن هذا التوتر ازداد بوترة كبيرة قبل أسابيع عقب دفع واشنطن بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى منطقة الشرق الأوسط لما تقول إنه لردع إيران ووضع حد للتهديدات التي تشكلها على مصالحها في المنطقة